بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهارده ان شاء الله هرسم المثلث للصف الرابع وكمان انطلب مني رسم المثلث بمعلومية الأضلع للصف الخامس فده يبقى آخر سؤال معي. يبقى انا هرسم مسلث بمعلومية زاويتين وضلع وضلعين وزاوية. يا اما زاويتين يتكون عاطيني قياس زاويتين زي قياس الف وقياس جيم وضلع. او يكون عاطيني ضلعين وزاوية محصورة بينهم. ده اللي موجود عندي في الصف الرابع. مبدئيا لما بيكون عندي زاويتين وضلع انا برسم ضلع زاوية ضلع. ضلع زاوية ضلع. طيب. آآ دي المنقلة بتاعتي يا ولاد. لو جينا نلاحظ هلاقي ان كل رقم متكرر مرتين. يعني مسلا هنا عشرين موجودة عندي هنا عشرين. تمام? هنا آآ مية وعشرة موجودة عندي هنا مية وعشرة. هنا سبعين موجودة عندي هنا سبعين. امتى استخدم دي وامتى استخدم دي. الحقيقة انا عندي طريقتين. في ناس بتحط المنقلة وتفطل تعد كده. الارقام دي. يعني ما يرسم زاوية قياسها مية وعشرين يعد صفر عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تبانين وهكذا الحد مية وعشرين. انا لا عندي طريقة تانية. انا دايما بحفظ الاولاد. شوف الزاوية بتاعتك نوعها ايه? احنا طبعا الزاوية اللي بتترسم بالملأة تلات انواع. الزاوية اللي برسمها بالمنقلة تلات انواع بس. حد. وقائمة. ومنفرجة. حد يعني اقل من تسعين درجة. يبقى اي رقم عندي اقل من تسعين درجة هو حد. قائمة بتسوي تسعين وده معنيرش عليها اختلاف لان هي اسماء نص منقلة هو ده تسعين. الرقم اللي ما اكررش عندي. الرقم الوحيد اللي مش بيتكرر هو الرقم تسعين. تمام? منفرجة اللي هو اكبر من تسعين درجة. اكبر من تسعين درجة. تمام? بقايا ما فيش عندي اختلاف بالنسبة للقائمة. مش عندي فيها مشكلة. المشكلة هتبقى بس في الحد امت استخدم الرقم ده او امت استخدم الرقم ده. وامت في المنفرجة استخدم ده او ده. انا عندي قاعدة سابتة بقول ايه? لازم تحفظها زي اسمك. وهنعرف معناقي دلوقتي. حد جوه منفرجة بره. حد جوه منفرجة بره. حد جوه منفرجة بره. الرقم مع الرقم. منفرجة تبقى بره. منفرجة تبقى بره. وهنفهم يعني ايه دلوقتي? بيقول المسلس الف بق جين فيه الف جين بيسوي عشر سنتي. قياس زاوية الف. وهنا بمعلومية آآ زاويتين وضلع. فهرسم الضلع الاول وبعدين الزاوية. تمام? آآ ارسم ثلس الف آآ بق جين اللازي فيه الف جين بيسوي عشر سنتي. وقياس زاوية الف بتساوي تلاتين. وقياس زاوية جين بتساوي آآ ستين درجة. انا هاجي يا ولاد. المشكلة اللي بقع فيها بعض الطلبة ان ببدأ من اول المسطرة. انا ببدأ من اول الرقم صفر. ببدأ من اول الرقم صفر. ببدأ ااخد الخط بتاعي من اول الرقم صفر. فانا هعمل كده. اهو. تمام? وهشد خط من الصفر لحد السدة. تمام? انت رسمتي مين? رسمت الف جيم يا ميسي. بقى لازم احط كلمة الف جيم. اده الف وده جيم. عشان لما احط المنقلة بتاعتي اعرف انا حطها على ايه? طيب انا كده خلصت اول حاجة هو كاتبها لي. وبقول لي المسالس. الف جيم فيه الف جيم بعشرة سنتي. انا كده خلصتها. السوري هو بعشرة. انا عملتها بستة. اوكي. نزودها شوية ونخلي دي ستة. مش مشكلة. دي ستة سنتي. تمام? الف آآ جيم بستة سنتي. قياس زاوية ألف بتلاتين. بقى انا مفروض احط المنقلة على مين? ها هبقولي قياس زاوية ألف. بقى انا مفروض اروح حط المنقلة بتاعتي على ألف. هلاقي يا ولاد المنقلة بتاعتي بقت نصين. نص جوه على الخط اللي انا رسميه. ونص برا الخط. انا ما باجي حط المنقلة. بحط الخط بتاع المنقلة بتاعي ده. الخط ده على الخط بتاعي. ومركز المنقلة بتاعتي اللي هو في النص ده. ده المركز بتاع المنقلة بتاعتي اهو الخط اللي في النص ده المركز ده بحطه على النقطة اللي انا عايزة ايه ارسم زاويتها خلاص يبقى انا دلوقتي الخط ده هحطه على الخط بتاعي ومركز المنقلة على النقطة بتاعتي اده حطيت الخط على الخط ومركز المنقلة على النقطة بتاعتي اتقسمتلي المنقلة نصين يا ولاد نص جوه على الخط اللي انا رسميه ونص بره يبقى دائما الحد ده جوه دور عليها في النص بتاعك اللي على الخط فيهم يعني ايه جوه بره يبقى الحد برسمها بدور عليها في نص المنقلة اللي على الخط اللي جوه انما المنفرجة بدور عليها في النص اللي بره خلاص يبقى انا عندي ما بحط المنقلة بتاعتي على النقطة بتاعتي بتقسمها لي نصين نص بيبقى جوه على الخط ونص بيبقى بره الخط الحد دائما وابدا بدور عليها جوه على الخط طب انا لو عايز سنجيم. جيمها ستين دي. حد ولا منفرجة? حد يمس. بقى النص نهول على الخط ونص نهوله برا. بقى النص ده جوه ونص ده برا. يبقى هدور عليها جوه ولا برا? لا حد يمس انت قلتلي جوه يبقى هدور عليها. خلاص يبقى دائما زاوية اللي اقل من تسعين درجة بدور عليها في النص اللي على الخط. في النص اللي جوه الخط. انما المنفرجة برا الخط. بدور عليها في النص اللي برا الخط. فانا هرسم قياس زاوية الف بتلاتين هحط المنقلة بتاعتي على الخط خط بتاع المنقلة هحطه على الخط اللي انا رسماه ومركز المنقلة هحطه على النقطة الف تمام اسمتلي نص جوه ونص برا نص جوه ونص برا هدور على التلاتين التلاتين دي حد ولا منفرجة حد يبقى جوه ولا برا لا جوه يا مس عدد تلاتين معي اهل تمام كده انا رسمت النقطة بتاعة قياس الزاوية تلاتين تمام طيب اشد خط عندي بالقلم الرصاص بتاعي على خفيف كده اهو طيب وقال لي زاوية جيم بتساوي ستين يبقى هروح حط المنقلة على مين على جيم اهو بقى مين النص اللي جوه ومين اللي بره بقى ده اللي جوه وده اللي بره اوكي ستين دي حدا ولا منفرجة لا حدا يا مسيبقى هدور عليها جوه ولا بره لأ جوه يا مسفين ستين اهي يا ولاد دي الستين اهي لقيتها هنا هيا احط النقطة بتاعتي ووصل هوصل تمام تمام بقى ده المسلس بتاعي خلاص بقى ابدأ ايرسمه بالايه بالاقلام بتاعتي تمام رسمت بالاقلام بتاعت الزيادات بتاعتك عايز تشلها شلها ما عنديش فيها مشكلة اهو خلاص يبقى ده المسلس الف باق جيم الذي فيه قياس زاوية الف بتساوي تلاتين درجة وقياس زاوية جيم بتساوي ستين درجة وقالت جيم بيساوي ستة صمتي تمام يا ولاد نيجي للمسألة اللي بعدها ارسم ده اللي ها الذي فيه ده بقى بمعلمية ضلعين وزاوية بقى امشي ضلع زاوية ضلع انا دايما بحب ارسم الضلع الكبير يبقى هو القاعدة بتاعتي ان انا برسم بيها فالضلع الكبير عندي انما انتليك حرية الاختيار ممكن تبدأ بالصغير عادي فيش مشكلة بس انا دايما بحب ارسم الكبير يبقى هو القاعدة بتاعتي انا دايما الكبير عندي هاقواو بستة صمتي يبقى انا اخد من الصفر مش من بداية المصطرة بتاعتي من الصفر لحد الستة صمتي ادم الصفر لحد الستة صمتي ده اسمه ايه هاقواو يبقى انا كمان هكتب عليه هاقواو قياس زاوية احنا اتفقنا بيكونوا عندي ضلعين وزاوية بمشي ايه ضلع زاوية ضلع بمشي ضلع زاوية ضلع يبقى ارسم الضلع الاولين وبعدين الزاوية وبعدين الضلع قياس زاوية هاق بتساوي تمانين يبقى انا هحط المنقلة على هاق هاق خط المنقلة على الخط بتاعي ومركز المنقلة على هاق اتقسمتلي نصين نص جوه الخط ونص برا الخط القياس زاوية هاق تمانين التمانين دي اولاد حد ولا منفرجة لا يا مس اقلم ان تسعين تبقى حد يبقى ادور عليها جوه ولا برا? لا جوه يا مس فين التمانين? اهي. دي التمانين بتاعتي. عنده النقطة الف بالزبط. خاني هرسم. عنده النقطة الف بالزبط. اهي. تمام? دي تمانين درجة. يلا. ابدأ ارسم بقى الضرع التاني. بقول لي دالها. هالنقطة دي هتبقى دال. دالها انا عايزه بس يبقى بخمسة سنتي. انا مش عايزه طويل كده. انا عايزه بس يبقى بخمسة سنتي. فانا هاجي على هاق. احط الصفر بتاعي على هاق. تمام? اهو. واشد بس كام? خمسة سنتي. لحد الخمسة بس. لحد الخمسة. تمام? اهو. من الصفر. لحد الخمسة. كده بقى ايه? المسلس بتاعي. وايه? واقفل المسلس بتاعي خلاص. دي قياس هاق بتساوي تمانين. ده بستة سنتي. وده بخمسة سنتي. تمام? ناخد المسألة اللي بعدها. ارسل المسلس لم يمنون. الذي فيه مي منون بستة. والف باربعين ونون بسبعين. يبقى زاويتين وضل. هرسم الاول مي منون بكام بستة سنتي. خليها بتمانية المرادة. او اللي فوق كانت بكام? بعشرة مش مشكلة. يعني شو مبقاش كله ستات. خليها بسبعين مرادة اهان. ترسم. من الف لحياة السبع. تسبب مصدرتك. هنا. ده اسمه يا ولاد. ميم نون. اذا ميم نون. تمام? قياس داوية الف. سوري قياس داوية ميم. قياس داوية ميم باربعين. بقى اروح احط المنقلة بتاعتي على ميم. الخط على الخط والمركز بتاع المنقلة على النقطة بتاعتي. اربعين دي حدا ولا منفرجة حدا. يبقى هدور عليها جوه ولا برا? لأ جوه في النص اللي على الخط. فين اولاد? اهان. دي قياس داوية اربعين. اشد خط بالمسترة بتاعتي طويل عادي وبقى مساحил الزيادة بتاعتك. عادي جدا. اهو. قياس داوية نون سبعين. يبقى اروح احط المنقلة بتاعتي على نون. سبعين دي حدا ولا منفرجة حدا. يبقى في النص اللي على الخط ولا برا? احنا قلنا رهم عروس. منفرجة برا. محدة جوة. هدور على السبعين جوة هنا. هدور على السبعين. جوة لقيتها يا ولاد. اهي. شد الخط بتاعك. يبقى انا كده. ده محتاج يطول كمان شوية. شد بقى الخط بتاعك. تمام. اهو. لحد النقطة. وهنا بقى زبطه بالقلم بتاعي. خلاص. يبقى هنا قياس ميم بتسوي اربعين. وقياس نون بتسوي سبعين. وميم نون بسبعة سنتي. بقول لي بدون استخدام المنقلة اوجد قياس دي لم يا ولاد. يعني بدون ما تحط المنقلة على لام. بدون ما تحط المنقلة على اللام وتعرف ان هي بكام. احسب لي الزاوية لام بتسوي كام بدون ما استخدم المنقلة. بدون ما حط عليها المنقلة. هيستخدم القانون بتاع مجموعة زوايا المسلس. لان انا بقى عندي زاويتين محتاجة التالتة. فاكرين لما كنا بنقول اجمع وطرح من مية وتمانين. اجمع وطرح من مية وتمانين. انا هاجمع بقى دلوقتي اربعين وسبعين مية وعشرة. يبقى الزاوية بتاعتي بتسوي مية وتمانين نقص مية وعشرة. بتسوي سبعين درجة. كمان بيقول ايه? اوجد نوع المسلس بالنسبة لزاوية وبالنسبة لاضلاع. يبقى انا طلعت دي بكام بسبعين برضو يا ولاد. بالنسبة لزاوية احنا اتفقنا ان المسلس بيتسمى على حسب اكبر زاوية فيه. يبقى المسلس ده نوع ايه? اكبر زاوية فيه كام? سبعين. وسبعين دي نوعها ايه? حد. يبقى المسلس ده على طول ايه? حد الزاوية. يبقى المسلس انا بسميه بالنسبة زا بخدنا قبل كده بسميه على حسب اكبر زاوية فيه. طب بالنسبة لاضلاعه. اضلاعه بقى انت ممكن عندك طريقتين. انك تقيس اضلاعه بالمسطرة انت عندك ده سبع سنتي. هتقيس ده بالمسطرة كده. هتلاقيه برضو كام? سبع سنتي. سبع سنتيه يا ولاد. تمام? سبع سنتي. او ان انا فون حافز ميس ايمان قالت ايه? ميس ايمان قالت لو عندي زاويتين متساويتين يبقى ده على طول مسلس. متساوي الساقين. هي قالت لو الزاوية كلهم قد بعض يبقى متساوي الاضلاع. لو فيت مين زي بعض يبقى متساوي الساقين. لو ما فيش حد زاية تاني يبقى مختلف الاضلاع. خلاص? يبقى انا بدل عندي زاويتين بدون ما يستخدم المسطرة بقى. لو عندي زاويتين قد بعض يبقى على طول ده مسلس ايه? متساوي الساقين. اخر مسألة معي اخليها منفرجة. عشان ايه? يعني نشتغل بعضي. ضلعين وزاوية محصورة هبدأ بضلع. بقى الف بستة سنتي وبقى جين بسبعة سنتي. انا اخد السبعة الاول. ادى سبعة سنتي. ده مين? بقى جيم. قياس دو يتبقى بمية وعشرين. هحط المنقلة بتاعتي. المنقلة بتاعتي هحطها يا ولاد. ها? مية وعشرين. منفرجة ولا حده? لا منفرجة يا ميس. يبقى هدور عليها برا ولا جوه? لا برا. ريه مع ريه يا ميس. ريه مع ريه. يبقى هدور عليها في النص اللي جوه على الخط ولا اللي برا الخط? لا اللي برا الخط. فين المية وعشرين انا? اهي. وشد الخط بتاعي. تمام? رجع قال لي انا مش عايز بقى الف طويل كده. وبقولي بقى الف بستة سنتي. انا مش عايز بقى الف طويل كده. انا عايزه بس يبقى بستة سنتي. يبقى هحط الصفر بتاعي على النقطة باق. تمام? على النقطة باق. وشد بس الحد ايه? ستة سنتي. سبحان الله النقطة بتاعتي عندي ستة سنتي. نقطة اهي. ستة سنتي اهي. خلاص. وابدأ اشد الخط بتاعي. يبقى انا كده رسلت المسلس الف باق جيم. اللي فيه باق جيم بسبعة سنتي. والف باق بسبة سنتي. وقياس داوية ايه? باق بمية وحشرين. ده بقى اه الصفر الخامس. ارسم بمعلمية الاضلاعاتيني تلت اضلاع سبعة وخمسة واربعة. انا هرسم الكبير الاول من صفر الحد السبعة براحتك. ممكن ارسم الصغير الاول عادي. هرسم لكم الصغير الاول. آآ آآ الف جيم باربعة اهو من الصفر لحد الاربعة. من صفر لحد الاربعة. تمام? وده هسميه ايه? الف جيم. الضلعان التانيين برسمهم بالبرجل يا ولاد. الضلعان التانيين برسمهم بالبرجل بتاعي. خلاص? هاجي بقول لي الف باق بسبعة سنتي. هاجي احط البرجل بتاعي سن على الصفر والسن التاني على السبعة. سن البرجل على الصفر وسن الالم على سبعة. واحطه بقى عند الف واشد قوس. اشد قوس اهو. تمام? واجي هنا عايز ده بخمسة يبقى حط الصفر. سن البرجل على الصفر وسن الالم ورصاص على الخمسة. اهو. واحط هنا كده. واعمل كده اهو. تمام? البرجل بتاعي مش مزبوط شوية واسع. تمام. النقطة اللي تقطعوا فيها فين? اهي مس. اوصل بقى. اوصل النقطة دي بالف. تمام? والنقطة دي بقى ايه? بيجيم. خلاص? وممسحش الاقواص. في الامتحان ممسحش الاقواص. بسيب الاقواص ده المهية. هو ده الدليل ان انت استخدمت الفرجار. خلاص? يبقى ممسحش الاقواص. اتمنى يكون رسم المستلس بقى سهل بنسبة لكم. اتمنى الاشتراك في القناة. وكمان اه انتمام الجروب معنا الرياضية اسهل. اه وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.